اتصال بكل من السيد عمار تكجوت عضو قيادي في الاتحاد العام للعمل الجزائريين وسيلتحق بنا بعد قليل كذلك عبر الهاتف السيد بوعلام مراكش رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل وسنربط الاتصال بالمحلل الاقتصادي الأستاذ أحمد ترطار من ولايتي تبسة لكن البداية ستكون بسيد عمار تكجوت العضو القيادي في الاتحاد العام للعمل الجزائريين صباحك سعيد أستاذ سبعة خير إذن الحديث سيكون عن الاجتماعي الثلاثية فضلا عن الملفات التي اعتدت ربما ثلاثية بحثها كمناخ الأعمال العقار الصناعية القروضة البنكية وكذلك تحسين المناخ الاجتماعي وظروف العمل لكن اجتماع يوم غد بولايتي بسكرة سيتمحور خصوصا حول الانتاج الوطني لكن الثلاثية بصفة عمى ستنعقد برائحة الأزمة الاقتصادية بالطبع الحال يعني الثلاثية هذه اللي هي الثلاثية 17 هي جات في وقت يعني يختلف على السنوات اللي نبات فيه يعني الأزمة يعني ديوم موجودة يعني من خلال تراجع أسعار البترول وانخفاض الموارد يعني المالية للجزائر ولكن الثلاثية هذه عندنا طبع آخر وهو طبع يعني التقييم التقييمي للعقد الاقتصادي الاجتماعي للنمو نعم وهو أبرما من طرف الثلاثية 15 كانت في هذا داك وهذا التقييم هذا باشي ينظر فيه شركاء ما هي الإجراءات التي تأخذت لإنعاش الاقتصاد الوطني ما هي الأليات والميكانيزمات التي توضعت والتي تقومت في الرجوع ما هي الأساليب التي عملت بها كل هذه الإجراءات أنا نظن هذا هو طبع التعالي للتلاثية وهو كيف رح يكون يعني تابئة كل القرارات التي اتخذت من سنوات فيما يخص النعاش هو من سنة 2011 نعم سيد أعمار التكجوت ابقى معنا يلتحق بي الآن عبر الهاتف سيد بوعلام مراكش رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل أهلا بك أستاذ إذن دائما بالحديث عن اجتماعية ثلاثية أنتم سبق لكم وأن طلبتم بفتح نقاش جريء ربما وأهم الملفات المتعلقة بالعقار الصناعي والنظام المالي وكذلك الشباك الموحد أنا نضم في اجتماع اللي رأيه يكون حاضر في بشكلة حدواء إن شاء الله إن شاء الله الحالة اللي رأي فيها الجزائرية تطلب من المشؤولين البكل باش يشاركوا في برنامج خاص لهذا الوقت اللي رأي فيه واللي رأي فيها الشتوء كل جزائر على ذلك للكفيدرالية الجزائرية الأرباب العمل وجهة ملتات يعني اللي يحصلوا بعض مشاكل للقناة ولكن عندنا أنا إن فرص عندنا عقيدة هي اللي تجمعنا كامل هو العقد الوطني الفاكت ناشونال إيكوناميكي ويسوشيال اللي فهمنا عليه وإحنا النقطة الأساسية هي كيف نعمل باش نكون هاد العقود هاد 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 البرنامج بالشاحة كيفش يتبق هاد هو النقطة الأولى وكذلك كيف يكون فدرالية الجزائرية الأرباب العمل يعني المكتب التنفيذي هاد العقود هاد هاد نعم 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 أستاذ أبو علام مراكش ابقى معنا نتحول إلى سيد عمار تكجوت العضو القيادي بلوجيتيار ربما كما تابعنا أستاذ عمار سيد أبو علام مراكش تحدث عن منظمات أرباب العمل التي جددت التزامها بدعم مساعي الحكومة والرامية إلى ترقية الاستثمار المنتج الآن والله وفيه إجماع من طرف الثلاثية منذ سنوات يعني ما وش فيه ما يخص لتأهيل الاقتصاد الوطني المنتج في الجزائر وبالتالي أنا ما نظنش يكون في اجتماع هذا غدو إن شاء الله ما يكونش فيه شيء آخر أي لا تعبئة كل القرارات التي اتخذت من طرف الشركاء الاجتماعيين وهو لازم نشوف ميدانيا لازم نشوف ترجمة كل القرارات هل آليات التي تعملت هي آليات لصالحة أما صالحة التغيير أما صالحة لتعبئة التحم يعني لورون فورس من التحم دوك الحواج هذو كلهم يعني أنا نظن فيه إجماع من طرف أرضا بالعمل من التحات العام أم العقومة فيما يخص تأهيل اقتصاد المنتج في بلادنا ونظن يعني هذه هي الشيء اللي لازم يكون وهذا لا رجوع للوراء لأنه اليوم تحتم علينا الحال وفرض علينا الحال أن نقض إجراءات ونتمن كل ما أتى من إجراءات لإصلاح الاقتصاد الوطني لأن اليوم الأزمة ما هيش أزمة إلا جزائرية كل بلدان المنتجة للبترول عندهم أزمات نعم وبالتالي كل بلدان هذي راي تتكيف مع الوضع وتحاول تلقى آليات ومكانزمات لنقص الضرر يعني على الاقتصاد التحم وعلى المجتمع التحم فيه أيضا بلدان المصنعة وهي مضرم هذه الخفاض لأن كل المنتجين هما مستهلكين على مستوى السوق الدولي في نفس الوقت ومتريف فيه تراجع في الوردات تاعة البلدان هذه وفيه نقصان في البلدان نعم نعم أستاذ ما رايش خارج اللعبة العالمية هي اليوم في أزمة ولكن لازم نقض إجراءات كما يأخذهم البلدان الأخرى ولازم يكون سرمة في أخذ قرارات التعناد بدون رجوع إلى الوراء نعم سيد عمار تكجوت تحدثت عن تراجع مدخيل الخزينة العمومية بين خفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر منذ حوالي سنة ربما سؤال الآن مطروح لسيد بعلام مراكش ربما اجتماع الثلاثي الذي سينعقد يوم أغد بولاية بسكرة سيبحث ربما إمكانية تطوير القطاع الخاص يوم القطاع الخاص المؤسسة في عمى عندها دور كبير على هذه اللي نقوله يعني دور المؤسسة هو عظيم يعني بلش يكون التريزور الخزنة ما تكونش تقيلة في المصاري تتاحها في العالم بيسرين كما كان يقول أخمت ما تتوش مليح الاتحاد العام لهم الجزائريين يفو يجب ندخل في 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 اللي حسنا اليوم كيف نعمل باش فو رنتر دن سي پروسيسوس تا الاقتصاد قوي لازم للي بارتنير سوش حكومة نقابة ورجال العمل نعم يكونوا بيلي يعني يكونوا بقوة بس كين في المؤسسة رأهم حاضرين بين ثلاثة ماهوش غير لملكوا تا المؤسسة المؤسسة اليوم في قضية في عالميا في فيها العمال والحكومة و راجل العمل نعم اليوم لازم يفو قارب إلى نكون لذي لازم اليوم المؤسسة تلعب في الدور تاح و باش تلعب في الدور تاح لازم المشاكل اليوم للجزائر بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة باش نتخل و نحل المشاكل اليوم وننجلوش كل خطرات جاء البلين نافط والله يجد هكذا هذي مايش حضراء مايش حضراء في عشر سنين برد اللي فاتوا ولا عشر سنين اللي فاتوا هذي النقطة هذي ير انا نتكلم عليها الجزائري وقت وين ماهوش وين كل جزائري غيرهم مسؤولين نعم ربما اتحول الى سيد عمار تكجوت ربما سؤال اخير لك سيد عمار الحكومة دائما تراهن بشكل خاص على قطاع الصناع لانعاش الانتاج الوطني هل حقيقة سيتم تفعيل ذلك مع ختام الثلاثية من خلال الخروج بالعديد من التوصيات ربما هل تتوقعون ان تكون اجتماع يكون اجتماع ثلاثية وقمة ولاية بسكرا ستكون قمة اقتصادية مئة بالمئة والله انا انا نظن تفعيل صناع وتفعيل كل القطاعات ولا صناعة فلاحة تربية مواشي صناعة التحويلية صناعة الميكانيكية صناعة يعني حتى لشيرفيش كل القطاعات محسوب يعني معاولين عليها والتاني بالتاني ما كانش فيه يعني هذه التلاثية هذه طبع بتاحها اقتصادي ما يقدرش يكون يعني طبعا آخر من غير اقتصادي وبتالي هو أولا في يعني إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي ما هو اليوم يعني يعني سلسل 17 يعني سلسل 10 يام رنقونت يعني دقاء 17 وبتالي هذه تجربة لازم تكتف و لازم تكون لها تقيم ولكن الملف الأساسي اليوم وملف اقتصادي ما هوش ملف آخر يعني الاقتصاد هو كل هو المفتاح للخروج من الأزمة هو المفتاح لترفيه يعني البلاد وهو المفتاح لخلق مناصب شغل أو تعبئة المناصب شغل الموجودة أو حتى يعني ما يسمى بتحسين الوضع الاجتماعي كله مرتبط بالمؤسسة الاقتصادية ونظن هو هذه هي التي تكون في قلب النقاش وهي المؤسسة الاقتصادية في قلب النقاش اليوم الغد ان شاء الله نعم سيد عمر تكجوت عضو القياد في الاتحاد العام للعمل الجزائريين شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل ربما سؤال أخير لك السيد بوعلام مكان انعقاد اجتماع الثلاثية هذه المرة سيكون بولاية بسكرا هناك من يقول بأنها ستكون قمة اقتصادية بامتياز ربما لما تتمتع ولاية بسكرا من امكانيات اقتصادية حيث ستصبح قطب فلاحي وقطب صناعي عن قريب ان شاء الله هذه مطلوب علينا مطلوب علينا باش نلحق هذه النتيجة اليوم الدياغنوستيك يعني قال باللي الحوالي جري سارو فيزمن الدخول في الديناميتية جديدة وهذه الريجوناليزاشن نحن رانا ممسق منعين اليوم باللي عندنا امكانيات باش نشيبوا حل عن المشاكل انو لذات رانس رجال العمل عصير باللي راهم في هذه التاريقة موبيليزي باش يشيبوا حل يفور عصيري اليوم للجزائر وكل الامكانيات اللي لحقوها بالعمل بالعمل تا كل واحد رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل سيد بوعلام مراكش شكرا لك على كل هذه تفاصيل وعلى هذه المداخلة عبر الهاتف ويلتحق بي دائما عبر الهاتف الأستاذ الاقتصاد بجماعتية بسا أحمد ترتار صباحك سعيد أستاذ أهلا وسهلا مرحبا بكم إذن سيكون اجتماع الثلاثية يوم غد بولاية بسكرادات طابع خاص بالنظر للظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به الجزائر منذ حوالي سنة وتراجع قيمة الدنار أمام العملات الأجنبية من بين ربما الملفات المطروحة التي سيبحثها اجتماع الثلاثية مواجهة تراجع موارد الخزينة العمومية إثراتها وأسعار النفط من خلال آليات جديدة لدعم الانتاج الوطني نعم أول محال أن الوضع الاقتصادي الحالي وضع طاقم بحكم مجموعة الظروف والمددسات التي نحيها الآن بالإضافة أيضا هذه الثلاثية حتى ما زدت بل أن حتى الوضع السياسي الحالي هو وضع نسبيا مباشر نوعا بشبه رغفات مختلفة وعند إذن هي تكون على حق تسيير الوضع الاقتصادي أكثر من أي جانب طبعا لا تطير بالتالي لا بد عليها أولا أن تراعي هذه الصدمة الفيترولية وانعكاساتها السلبية كذلك التراجع المريب في كيمة الدنار كذلك الانحفاظ اللامحدود والتدني المستمر في مستوى المعيشة وبالتالي في القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي زياد تضخم زياد الأسعار وكلها بالتالي إرهاسات محيطة بهذا الاجتماع نعم هناك من يقول بأن ربما اختيار ولاية بسكرا ستكون قمة اقتصادية بامتياز لأن اختيار ولاية بسكرا لم يكن محظى الصدفة لأن الوزير عبد الملك سلال أصر بنفسه على اختيار هذه الولاية لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية مؤكدا بأن ولاية بسكرا أصبحت قطبا فلاحيا وستصبح قريب قطبا صناعيا نعم ولكن في النهاية عبر بالنتائج الأكيد أن ولاية بسكرا منذ القدم وهي مكان واعد لبعث استثمارات في المجال الفلاحي خاصة ولاحظنا بالإيكان مشاريع واحدة في هذا الإطار وكذلك أيضا هي من شأنها أن تستخطب استثمارات في المجال الصناعي على غرار ما هو موجود فيها الآن من هيكل قائمة سواء منذ الثمانيات أو في امتداد تسعينات من المصانع جيدة جدا كذلك أن الذهنية مهيئة بحكم موجودها قطب جامعي متميز وبمحادثها مجموعة أقطاب جامعية متميزة من ورقلة إلى باتلة إلى نسيلة إلى غيرها إلى الجنفة وعند إذن يمكن نقدر نقول نزوج بين طبيعة المكان والبعد المورد البشاري وبالتالي هي فقط تطلب قرار سياسي وتطلب انتفاعية سياسية من شأنها أن تجسم هذا الهدف نعم أستاذ أخير سؤال أخير أستاذ أحمد الإنتاج الوطني هو محور اجتماع ثلاثية يوم غد بولايتي بسكرة هل على الجزائر مضاعفة جهدها في مجال التنمية الاقتصادية خارج المحروقات وكذلك ربما هناك العديد من منظمات أرباب العمل من جددت التزامها بدعم مساء الحكومة والرامي إلى ترقية الاستثمار المنتج هو لا بد الآن في خضم هذا المعترك اللي هو معترك مشروب بهذا الحذر مشروب بهذه الإرعافات المختلفة لا بد من توجه نحو الإنتاج الوطني من جهة لرفع الكفاءات فيه ومن جهة أيضا لتوفير المستزمات لاستهلاك المواطن جزائر بسيط ومن جهة أيضا لنقدر نقول الاشتفادة من الموارد الطبيعية المختلفة وبالتالي المواد الأولية المختلفة التي هي بخصة ثمن داخلي وكذلك تحكم في التكريف لأنه لما نتعامل مع المنتج المستورة التكريف غير متحكم فيها كذلك فيها إضافات مثل مصارف جمركية ومصارف نقل ومصارف كذا لكن لما يكون الانتاج لمحلي أولا يكون معصى من هذه المصارف ثانيا يكون يعطي دفعية لتكاملية اقتصادية في المجال الثانية ويخص ثانية المستدامة أو عن ذا إذن نكون حققنا عسفرين بحذرة حققنا أولا اكتفادات في المجال الغذائي في المجال الصناعي في المجال المختلفة وإذن عاطينا أو نوعنا في النتيج الاقتصادي بالإضافة إلى هذا أنه نقدر نقول ووفرنا منتجات يمكن بعد حين رايحة ضعي حتى المنتجات الدولية بحكم براءات الاصطراع الآن المتدولة في السياق العالمي نعم الأستاذ أحمد ترطار أستاذ بجامعتي تبس شكرا جزيلا على كل هذه تفاصيل شكرا لك ولمشاهدة